لم تكن انتخابات عام 2018 في العراق إلا علامة فارقة على خروج الشعب العراقي من فخ الوهم الديمقراطي إذ قاطعها بنسبة كبيرة تجاوزت 80% فإذا كان هذا الحال منذ ثلاث سنوات فكيف سيكون المشهد مع الانتخابات القادمة التي تأتي في ظل غلايان شعبي كبير ضد العملية السياسية ووعي شعبي بمسرحية الاقتراء الديمقراطي علامات العزوف الشعبي عن الانتخابات المقبلة بدأت تتجلى على شكل حراك شعبي ضد شعارات المرشحين وصورهم ولفتاتهم في عدد من المحافظات وعلى رأسها صلاح الدين التي سجلت حراكا مضادا للحملات الانتخابية محافظات الوسط والجنوب تشهد بشكل شبه يومي تظاهرات احتجاجية على مختلف تداعيات الفساد الحكومي احتجاجات ضد البطالة والفقر وترد الخدمات وتدهور الواقع الصحي وغيرها من الملفات التي تمس يوميات المواطن العراقي مع ايمان عميق لدى الشارع باستحالة تغيير الواقع عن طريق انتخابات ينحصر مرشحوها بين الكتل الفاسدة المرتبطة بالميليشيات وفي الطرف المقابل لضفة الشعب تستمر الكتل في مناكفاتها السياسية وفتح سوق الاستقطاب الحزبي والمساومات لاعادة تقاسم المناصب في الحكومة القادمة ضمن دعايات انتخابية يظهر من خلالها انخفاض شعارات دغدغة مشاعر الناخبين الامر الذي يبين عدم ايمان الاحزاب والكتل بفاعلية الدور الشعبي في رسم المشهد السياسي القائم وبما ان مبدأ المحاصصة هو الفيصل في مشهد ما بعد الانتخابات فان اجراءها يأتي من باب ايهام الخارج بوجود عملية ديمقراطية تقوم على الاقتراع والتصويت الشعبي